عن العمل العربي باعتقد انكم عايزين تسمعوا رأينا في مؤتمرات القمة وسياسة مؤتمرات القمة في اخر 63 دعيت الى مؤتمرات القمة وكان السبب من الدعوة الى مؤتمرات القمة توحيد العمل من اجل فلسطين لان الدول العربية كانت مختلفة وكانت متنفزة وكان في انقسام واضح بين الدول العربية وكان مجلس الجامعة العربية ومجلس الدفاع لا يحقق اي شيء وعلى هذا الاساس وجدنا ان الواجب الوطني يدعونا الى ان نطالب اجتماع مؤتمر لقادة الدول العربية لبحث موضوع فلسطين وبحث موضوع تهديد اسرائيل وبحث الموضوعات التي تمكننا من وحدة العمل من اجل فلسطين وتحرير فلسطين واجتمع المؤتمر الاول في سنة ثلاثة وستي طبعا كلنا نعرف ان فيه تباين في الدول العربية فيه دول رجعية وفيه دول متحررة وفيه دول لها مصالح مرتبطة مع المصالح الاستعمارية وفيه دول على الحياب بين هذا وبين ذاك اذا فيه تناقضات موجودة في الدول العربية كنا نتساءل هل هذه التناقضات الموجودة بين الدول العربية تعقن عن العمل من اجل فلسطين وكان رأيه ان هذه التناقضات رغم وجودها لكن يجب ان نتناساها ونحاول مع الدول العربية كلها بتناقضاتها المختلفة ان نعمل من اجل فلسطين وقد يشعر كل واحد ان قضية فلسطين هي القضية الاولى وعلى هذا الاساس اجتمع المؤتمر الاول ثم بعد هذا اجتمع المؤتمر التاني في اسكندرية ثم بعد كده اجتمع المؤتمر التالت في الدار البيضاء واستمرت المؤتمرات وكان هناك نوع من التفاهم ونوع من التعيش ولكن في السنة الاخيرة وبالذات بعد مؤتمر الدار البيضاء بدأت تظهر في الجو العربي حاجات جديدة ظهر ان احنا كنا عايزين ان نقيم وحدة عمل عربي من اجل فلسطين وعلى هذا هدمنا الرجعية العربية على اساس ان الرجعية العربية ستشترك في هذه الوحدة قلنا ان كل واحد مسؤول عن بلده وان يكون هناك تعايش بين الانظمة العربية المختلفة هل نفذت الرجعية العربية هذا الكلام او لم تنفذه احنا نفذنا هذا الكلام ما هاجمناهش حد ولا تأمرناهش على حد ولا انتهزنا هذه الفرصة لنطعن حد ولكن في السنة الاخيرة ظهر ان الرجعية العربية تحاول استغلال مؤتمرات القيمة اللي تنص على وحدة العمل من اجل فلسطين لتقيم وحدة من القوى الرجعية ضد القوى التحرورية والقوى السورية وضد الجمهورية العربية المتحدة طبعا ظاهر ان الحرية السياسية لازم بتتبعها حرية اجتماعية بدأت حملات علينا اتصرفت اموالي يصرف في امريكا خمسة مليون جنيه لمؤسسة امريكية من الدول الرجعية العربية بالذات من السعودية علشان تعمل دعاية ضدنا توزعها في امريكا وتوزعها في الكونجرس الامريكي وهذه الدعاية ما فيهش ولا كلمة ضد اسرائيل كل الكلام اللي فيها ضد الجمهورية العربية المتحدة تطبع كتب وطعن فيه الاشتراكية والجمهورية العربية المتحدة اما راح الحجاج في سعودية السنادي وموجود منهم طبعا ناس بينكم هنا عملت ضدنا حمل الدعاية وتوزعت منشورات وكتب كلها كذب وكلها افتراءات وكل ده صارت فيها الرجعية العربية اللي احنا هادلناها ولكنها ترى الخطر في المبادئ والكلام اللي احنا بنتكلمه وترى ان العدالة الاجتماعية ستخضي على الاستغلال اللي بتقوم به طبعا بعد كده بدأت عملية المؤتمة الاسلامي او الحلف الاسلامي وموضوع الحلف الاسلامي ده موضوع مش جديد ان موضوع الحلف الاسلامي ده في سنة 57 اما سعود رجع من امريكا قالوا له الامريكان اعمل حلف اسلامي علشان تجمد التطور اللي موجود في العالم العربي وجاء سعود اتكلم معنا وايزن هاور كتب هذا الكلام في اه مذكراته اذا الحلف الاسلامي موجه ضدنا موجه ضد قوة التحرر وقوة الثورة في العالم العربي